اشتركوا في القناة بالبداية بذكركم انه فيكن تبعثوا كل رسيلكم حول اي موضوع بتحبوا اننا نتناولوا على برنامجنا شو فيه عنا بالمال جديد بتقدل كوارث الطبيعية بشكل عام والزليزل بشكل خاص الى القضاء على اعداد كبيرة من سكين الارض وبتسبب الدمار للمنشآت والبنى التحتية فالزليزل ظاهرة كونية لا يعلم ساعد حدوثها بالضبط ولا يمكن منعه ولكن يمكن التخفيف من مخاطرها من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل واثناء وبعد حصول الزليزل وبالتنسيق والتعاون المشترك على كيفة المستويات ابتداء من المواطن العادي وصولا الى المسؤولين واصحاب القرار بيقولوا ان الزليزل بحد ذاته لا تقتل الانسان وانما من يفعل ذلك هو المبنى او الحرائق والحوادث الاخرى يلي بيحدثها او بتثير الزليزل كالانزلاقات الارضية وانهيار الشوارع وخطوط المواصلات والاتصالات الى اخره اثبتت الوقاعة والتجارب ان الدول والمنظمات اللي اشتغلت بجد بايام الامان لتهيئة نفسها لمواجهة الكوارث التخطيط والتهيئة والاستعداد قبل الكرسي من بنية تحتية وتحسين المباني كلما تصرفت باوقات الكوارث بهدوء وثئة عالية ودقة فائقة وبالتالي كان نصيبة من الخسائر والفوضى اقل بكتير بالمقارنة مع تلك يلي لم تعمل بمنهجية التهيئة والاستعداد المسبق اظهرت نتائج الدراسات الزلزالية احتمال حصول زلزال بدول العالم العربي وانه هناك اكثر من منطقة بالعالم العربي يحتمل انه تتعرض الى زلزال معتدل او قوية بنسبة 5 الى 6.5 درجات حسب مقياس الاختار وقد يصل مقدار بعض الى 7 درجات والفيضانات بالبلاد الاخرى هوا هنه اخبارنا بما الجديد بيسترنا استضيف بحلقة اليوم معي بستوديو يوسف عزام مهندس انزيم مدن ورئيس شبكة سلامة المباني اهلا وسهلا فيك ضيف بحلقتنا شكرا يوسف انطلاقا من مال جديد يلي سمعناه يلي كل البلد ممكن يصاب بزلز الفيضانات وكوارث بيئية وغيرة من المشاكل يلي ممكن تحدث بارادتنا او خارج عن ارادتنا وهون مثل ما سبق وذكرنا انه هناك تحضير لازم يكون من الاساس لتهيئة لهيك مشاكل ولا هيك احداث بتصير يلي ممكن تزعج انك المباني او الانسان او كل شي ممكن احنا نستعمله انك من مواصلات وغيرة وغيرة اليوم كونك مهندس تنظيم مدن ورئيس شبكة سلامة المباني يعني هوني عم نحكي عن سلامة الانسان من خلال سلامة المباني والبنى التحتية وغيرة اليوم اذا ما نحكي عن هالكوارثة اللي بتصير بكل الدول كل دولة الى كوارثة الخاصة منقول وكل دولة بتفاجأ بكارثة ما كانت متوقعة واليوم هل لما منحكي عن تنظيم مدني او منحكي عن مدن او منحكي عن تنظيم او تنسيق او بنية تحتية او منحكي عن مباني هاي هي لانه نحنا بصير الحدث الكارثي وننرجع من نبش على التحسين او هالتحسين لازم يكون او الاساسات لازم تكون من البداية بالبداية بدي اتشكركم على استضافة الموضوع بحد ذاته نظرا لأهميته وهو ربما من عبر المسأل بيقول درهم وخي خير من قنطاع علاج صحيح فبالتالي من هذا المنطلق نحنا موضوع الزلازل والكوارث السبعية متما تفضلتي وحكيتي بالمقدمة صعب معرفته امتين وهذا والحلقة او ربما الحديث حنا ليس من باب التهوير او التخويف ولكن من باب اخذ الاحتياط متما ذكرتي ايضا فبالتالي موضوع الكوارث السبعية نقسم الى ثلاث اقسام اول ما قبل الكوارث السبعية وهي الجزء اللي متعلق بالتهيئة وتهيئة المونة التحتية وتهيئة المباني وهنا نقول عنه ونشرحه بالتفصيل فيه خلال الكارثة يعني خلال وقوع الكارثة ان كان زلزال او عواصف رعدي او فيضانات كيف لازم يتم التعامل ان كان من قبل المواطنين او الجهات المعنية والقسم الثالث هو ما بعد الكارثة وكيف نبدأ ايضا بلملمة اذا صح التعبير هالمشاكل والجراه وادارة الكارثة من بعض حصولها والبدأ من تهيئة للكارثة القادمة سمح الله ولكن لازم نكون في حالة دائما احتياط ودايما في حالة تهيئة لحصول هذا نحن نعود إلى القسم الأول القسم الأول في التهيئة للكارثة السبعية ونحن نتحدث عن الزلازل ونحن نتحدث عن الوطن العربي الوطن العربي يختلف بين منطقة واخرى ودولة وثانية لأنه كل مكان جغرافي له مواصفات معينة انك من ناحة الزلازل انك من ناحة الجغرافية ناحة الطقس والمناخ ويجب أن نعرف هذا فبالتالي الجغرافية لا تتعرف حدود المرسومة بين الدول ولكن كل منطقة فينا نعملها مثل بلاد الشام دول شمال أفريقيا دول الخليج العربي هذه فينا نقسم لها ثلاث مجموعات هي كل مجموعة لها تصنيفات تختلف عن الثاني ماذا أصدقى بالتصنيفات؟ خصوصياتها يعني من هذه الناحية صحيح نحن نعطي مثال أحسن نضلل نحكي أمور نظرية الزلازل على سبيل المثال العالم كله مقسم إلى ثلاث أقسان زون 1 وزون 2 وزون 3 زون 1 هو المنطقة الأخف فيها حدوث الزلازل ويحصل بالنادر وهو بتكون الأرض ستيبة أكتر ويصبح التحركات بشكل كثير مسافات زمنية كثير طويلة مثل دول أوروبا الشمالية زون 2 يصبح فيها حدوث الزلازل من 6 إلى 7 درجات مثل ما ذكرت حضرتك بالمؤدمة وهذا في الدول العربية قسم منها يأخذوا من هذه المنطقة قسم الأكبر منها وزون 3 هي المنطقة الكارثية الكبيرة مثل اليابان الجزء من إيران الجزء من تركيا والحمد لله نحنا في الدول العربية ما كثير عنها إلا شوية بشمال العراق بحيث الأماكن اللي شوية عريبة لتركيا فبالتالي كل زون حسب التصنيفات الهندسية له طريقة عمل أو طريقة تصميم المباني مختلفة عن الزون 2 فبقا نحنا عم نحكي زون 2 ونحنا في الدول العربية بشكل عام الآن زون 2 يقسم A, B, C, D كل منطقة كمان تختارف ولكن عمنا خلاني حكي بشكل عام زون 2 لازم يكون مقاومة لزلازل لمقياس لحتى 7 لسبعة ونصف لثمانة درجات لمقياس الاختر لازم أيضا بموضوع الرياح كمان والفيضانات في كمانة أمطار بطلع ويأتي بأوقات يعني الوقت أصير بكمية كتير كبيرة وهوني كمان لازم ناخب عن اعتبار هذا الشي لأنه لما نقيس كمية الأمطار إذا هوني نحكي عن الأمطار على مدار السني بنقول مثلا نزل 300 مليمتر على ستة الشهر أو سبعة الشهر بس الفكرة أنه قداش نزل هاودي بشهر أو جمعة أو على فترة ستة الشهر ساعتها ممكن استعاب وننزع فترات طويلة ولكن إذا وقت أصير لازم نكون حزرين بهذا الموضوع وهوني بنشوف أنه بعض المدن العربية مثلا مثل ما صار من فترة سنتين أو ثلاثة في جدة نزلت كمية الأمطار بشكل كبير غير متوقعة كانت لأنه هذه الأمطار صحيح صحيح بشكل كبير بفترة زمنية بسيطة الآن جدة غيرت البناء التحتية كلنا وأصلحة أصبحت تلائمة هيك كمية الأمطار لا ما كانت عرفة أنه سيكون في هلقات كمية أمطار وما كانت متوقعة حدوث هذا الشيء محول العوامل التبعية صعب التكهل فيها لا يجب أن يكون حاضر دائما 100% هذا الهدف أن يكون دائما حاضر وتسليط الضوء إذا كان للمواطن كيف يجب أن يتفاعل مع هذا الموضوع والجهات الرسمية أو المعنية كيف يجب أن يكون مهيئة البناء تحتية لهذا الموضوع كذلك الأمر بدولنا دول بلاد الشام يمكن أن نقول لبنان، سوريا، أردن جزء من العراق، فلسطين كمية الأمطار تنزل لنا والثلوج وحتى بيجي البرد والتجليد هنا كمان بأثر على سبيل مثال على الأبني على الطرقات والإسفل هنا يجب أن يكون تركيبها هذه المواد تختلف عن تركيبة المواد الموجودة في دول الخليج التي تكون درجة الحرارة متفعة أكثر فيها فبقى هنا بأمس المتعلقة بالزلازل المتعلقة بالرياح ومتعلقة بكمية الأمطار والدرجات الحرارة رأينا كيف تختلف بين دولة والثانية وكل دولة يجب أن يكون حسب الجغرافيا وحسب المناخ تكون مهيئة لهذه العوامة هذا أريد أن أقوله من الأشخاص التي تعنى بهذه المواضيع وكيف بالبداية تصبح هل هي من وراء مكان إنشاء البناء هل نوعية البناء المواد التي تستعمل هل الرخصة التي تتعطى هي على أساس شو من يتعاطى بهذا الموضوع مباشرة بكل بلد حسب جغرافية كنتم تحكي حضرتك مهم السؤال من بعد ما فتنا على هذا البلد لنقول أي بلد عربي هل من رح يكون على أرض معينة هذه الأرض لازم نبدأ بمواصفاتها من التربي نشوف نوعية التربي هل هي ترى تربي صغرية هل هي قريبة للبحر هل في ملوحة عالية هل هي تربي رملية على أساس معرفة نوعية التربي فينا نبني ونضع الهيكل والأساسات على هذه التربي فبقى المرحلة الأولى هي دراسة التربي وتبدأ هذه المرحلة بالترخيص يعني قبل إعطاء آية ترخيص يجب أن يكون معنا دراسة مفصلة اسمها جيو تيكنيكال اللي هي دراسة التربي على أساسها ترفق مع الرخصة وملف الرخصة ويبرر استخدام هل كمية الحديد أو البطون ويجب أن يكون فيه رقابة هنا نتحدث عن عملية أثناء المشاء كيف تكون لازم تكون رقابة موجودة طيب فبالتالي التربي هي جزء أساسي بعد بعرفنا التربي نجب أن نبدأ الأساسات ونخرج بالهيكل هنا نرى ما وضعنا بالنحة الزلازل ما وضعنا بالنحة التحرك الأرض كمية الماء يمكن تأتي لازم كلها تكون مدروسة بهذه الأرض وساعتها بطلع المنشأ هلأ المسؤولية تقع هنا تقع على الدولة بشكل أساسي على الدولة وهنا تختلف لأنه بين كل دولة عربية الهيكلية والمؤسسات تختلف هناك دول عند البلديات صلاحية وهي السلطات المحلية عندها صلاحيات هي تراقب هذا الشيء وفي بلدين البلديات عند دور أقل تكون السلطة المركزية أكثر ولكن نحكي كجسم هو جسم الحكومي أو جسم الدولي هي المسؤولة على هذا الشيء المهندس المصمم أيضا يجب أن يكون مسؤول عن طريقة التصميم وهو يكون تقع على عادكم مسؤولية يعني على سبيل المثال في لبنان المهندس يترقى القسم الأساسي المسؤولية لأنه أثناء التشييد لا يوجد من يجي رائع بشكل دوري هناك بلدين تاني مثل دول مثل الإمارات يكون فيها متابعة بالزبط فهونا أعطينا مثلين كيف المراقبة تكون جدية أكثر بمحل وأقل جدية المراقبة يجب أن تكون من البداية من بعد أن نعرف جغرافية البلد أو جغرافية المنطقة هنا يجب أن يكون فيه بروتوكول معين لا إنشاء بناء معين أو أي مشروع حسب جغرافية الأرض وحسب أي ممكن كارسة تتعرض لها الأرض هنا هي مرجع هي الدولة دولة وهون بدي كمان بديشير أنه حتى كل البناء بيختلف عن التاني حتى بنفس الدولة لنقول إذا عم نعمر نحنا مبنى سكني غير إذا كنا عم نعمر جامعة لا لأنه مبنى السكني يستوعب لنقول بكل مسافة 180 أو 200 متر فيه بيكون عائلة واحدة فيها هالعائلة مكونة من 4 أو 5 أو 6 أشخاص بينما إذا كان جامعة 200 متر مقصمين للصوف يمكن استوعبه 100 أو 200 طالة فبالتالي هذه بدأت دراسة أفضل من ناحية مثلا إذا صار فيه حريق إذا صار فيه عوامل طبيعية معينة كيف يجب أن يتم الإخلاق فبالتالي يكون فيه درجة عادية الأدراج أكبر لتستوعب هالكميات من الأشخاص الموجودين بهذا المبنى فكمان أيضا هوني بإضافة لأنه الدولة أو المكان اللي عم ندرس فيه هذه الأرض أو هذه التربية أو هذه الأرض فيه عامل أيضا آخر إلو علاقة بنوعية المبنى وهوني كل مبنى إلو خصوصيته أيضا مولي منشوف رغم وجود هالكوارث بمناطق معينة ويلي عنده هي دايما جهوزية وعرفة مسبق أنه بها المنطقة هي مهددة أكتر ليسير فيه فيضانات أو زلازل أو حيالة كرسة طبيعية ممكن عم نلاقي فيه مشاكل بالمباني وغيره وغيره وأنه أضرار كتير رح قول أحد الأسباب يلي ممكن نشوف ليس شطر فيه هايك مشاك مثلا رح أرجع شوية للبنان أعطي مثل نوعية الحديد أو نوعية البطون المستخدم لا يخضع لرقابة يعني النوعية الحديد تفوت على لبنان ما فيه مختبر بفحصها بشكل أساسي ولما تتوزع بالسوق كمان ما حدا بيعرف إذا هي صالحة أو لا لأنه يمكن المهندس أو المصمم قام بواجبه على أساس أنه هذا نوعية الحديد حصل بمصفات العالمية ولكن وقز به هذا اللي عم بشتريه أو على المواد البنى عم بعمر وما فحص الحديد وطلع أنه نوعيته مش منيحة هون بيبين بعد فترة خلال حضوص الكارسي بيكون آخر بعن اعتبار أنه هيدا البنى بيستوعب هالصدمي أو هالشوك أو هالزلزال أو هالفيضان ولكنه ما استوعب لأنه المواد هي بحزتها فيها غش ممكن بما بدول ثاني لأ فيها رقابة أكثر المملكة العربية السعودية بكل مبنى بيتاخذ من كل العينات من الحديد بيتاخذ على المختبر وفيه شيء بالحديد مثلا في نوعية كمية الكاربون اللي هو بيعرف مدى قوته وصلابته وإذا بدأ نشوف فيه نوعية سدي أو رستنج هذا ليس لازم نشغل فيه لأنه برجع بتمدد بعض وقت والسدي بيصير يأكل من الحديد مع مرور الزمن حتى داخل لما يكون بجسم البناء وهذا بيقلل من قوته وبيقلل من قوت البناء فأشوفي من شاغلي بسيطة من عملية المراقب من الأساس كيف فيك تحلي مشكلة للمستقبل فبالتالي هون إذا ربما المراقبة كانت بجزء صغير ولكن يجب أن تكون على الصورة الأوسع عن صاح التعبير مراقبة على التنفيذ مراقبة على مواد البناء مراقبة أيضا على التصميم وهون بدي أرجع أقول أيضا أنه التصميم لازم يكون مراقب حتى يعني لما تأدمي على رخصة ولازم إن كان نقابة المهندسين أو البلديات أو الوزارات المعنية لما تمرق أحد رخصة ويمضوها يتأكدوا أنه هال خرايط بالفعل أو هالمبناء بالفعل يتحمل زلزل ومن بعد منها لما يتنفذ من أتأكد أنه من هالأمور الوافقنا علينا نحنا كدولة عم بتتنفذ مش عبي يوفر صاحب المبناء يقول أوكي أنا هالمبناء بيكلفني كمية أموال كبيرة بدي جهرب خفف منها وشيل تخفيف حديد من هون وخفف شوية عمدان من هون ويلا بيمشي الحال وخفف لخمسة عمدان سيدة عمدار بالإنسان بنهاية المطاف وهون ما عم نسعى إليه نحنا كشبكة سلامة مباني وكجمعية مختصة بموضوع سلامة الأبني أنه يكون فيه نوع من سرتيفكت شهادة لكل مبنى بيكون فيها المواصفات تبدأ ربما جمعيات أهلية بكافة هذه الدول جمعيات الناس مختصين مراقبة هذه الأعمال لحد الانتهاء ومحاسبة الأشخاص اللي مشتغلوا بطريقة تجارية اللي هي أكتر مباني عم تتضرر بأي حادث أو كارسي السوق بيحاسب حاله بحاله كيف؟ لما يكون أنا عمرت مبنى وعندي شهادة وجاري معمر مبنى بلا شهادة كمشتري أو كمستثمر أو كشخص بريستأجر يستخدم هذا المبنى بفضل يروح لعند الشخص اللي عنده شهادة فبالتالي اللي ما عنده شهادة تلقائيا بدي يحاسب حاله بحاله بهذا العمل ساعتها منقدر ما بقوله بتنظف السوق بحاله يوسف هون إذا عم نحكي عن قوانين وأسس أساسية ومبدائية لا أنه يصير في بونا تحتية ولا أنه يصير في مباني جيدة ممكن تسقط كلها الكوارث والمشاكل والفيضانات والكوارث طبيعية اللي يخارج عن إرادة الإنسان هون هل يجوز المقارنة بين دول عربية ودول الأوروبية أو دول أمريكية أو غير دول يجوز المقارنة ولكن بنقسم دول عربية يعني العالم اللي بنقول كلمة عالم عربي شوي مطاط الكلمة لأنه شو بيجمع بياناتهم لا بيجمع بياناتهم يعني إذا عم نحكي نحن عم نحكي عن جغرافيا عم نحكي عن مناخ وعم نحكي عن طاقس وعمامل ما كتير فينا نعمم هيدا الشي لأنه كل دولة إلا خصوصيتها هلأ في دول مثل دول الخليج عندها مواصفات جدا عانية في موضوع الأبني نعم نستطيع مقارنتها بدول أوروبية ودول عندها متطورة في هذا السياق لأنه فيه أولا القوانين تطبق فيه رقابي وفيه محاسبي هؤلاء ثلاث نقاط الرئيسية هن ثلاث كلمات السر لصحة التعبير بوجود مباني قوية ومشايرة بشكل صحيح ما تستهني بالمباني الموجودة على الشواطئ المرضومة بالدول العربية ودول الخليج هذا عمل جبار بحاجة لدراسة لنوعية التربية لأنه القريب كتير للماء العوامل الطبيعية كتير صعبة الملوحة في المياه والطقس يليك أيضا شريد الحرارة وشريد البرودة في الليل هذا بيمدد ويقلص المواد البناء لو ما كان التصميم موجود بشكل جيد والمراقبة جيدة والمواد البناء جيدة كنا شوفنا كوارث بهايك محلات خاصة ما تشوف تركيا مثلا المباني أغلبيتها على البحر يعني وبتشوفها كلها رغم كل المشاكل بتصير أنه بعدها وقفي بوجه صح ورح أعطي مسأل تاني أيضا بصار بدول دول أمريكا الجنوبية بحيتي وبتشيلي بحيتي صار زلزال بقوتوا يمكن 6 إلى 7 درجات كان الخسائر بالألوف بتشيلي كانت زلزال مضاعف أقوى من اللي صار بحيتي وكان فيه أعداد بالمئات بين جرحة وضحايا فبتالي هون زلزال أوي كتير وهون زلزال خفيف أثر بالمكان هذا ما فيه موصفات شفنا بيوت معمرة بطريقة عشوائية حتى الأصل الرئاسي هونيكي وقع صحيح فبالتالي هوني لما الدولة تتشدد أكتر بتكون البناء المهيئة أكتر لاستخدام أو الاستقبال هذه كوارث كبير هون كيف يساعد بهذه الطريقة شو الدور اللي يلعبه كتير مهم الموضوع اللي هو أثناء إذا صح التعبير وحصول هذه الكوارث نحن كمواطنين لأنه خلص لما قاعدين بهذه المبنى وصار فيه الكارسي إن كان زلزال أو عوامل عواصف أو أمطار كل عامل طبيعي له طريقة معاملة مغيرة عن الثاني ولكن الأساس بهو كله هي المناورات الدورية يعني لما نحن نكون مش معوضين ولما الثقافية تبعنا ما تجبرنا أنه نتعامل مع الثلزال مثل بالدول الأوروبية ساعتها ما نعرف ما نعمل حتى لو نقرأهم بالكتب وبالمدارس حالوق أريد أن أعطيكي مثال بالدول الأوروبية شفتهم ما يعملون كل شهر يعملون تطبيق إذا صار فيه زلزال كلمان لما يصير فيه وقت الثلزال يستطيعون يحرفون كيف من أي مسار يهربوا من أي محلات يستطيعون أخلاق وكيف يتجمعوا في زون واحد ويصيروا يعدوا بعضهم ويشوفوا من ناقص وكل مرة يجب أن يتحسن الوقت أكثر مناورات صحيح مناورات لكن ببيئتنا العربية للأسف هذا الشيء قليل وجوده ولا يصير يمكن يعني في التالي هذه مشكلة لا يمكننا نظل بالنظريات نقول يجب أن نخذ المبنى يمكن نخليه من باب واحد ويكون الغلط أو نستعمل مثلا الأليفيتر هو المصعد هو أيضا خطأ ويصير فيه تزايحهم كمان خطأ أو نروح من مكان أخطر إلى مكان أخطر أكتر يعني صح نجب أن نعرف يعني أنه مثلا الزلازل أثناء الزلازل يجب أن نبعد على الأبني العالي ونجرب ونطلع على مساحات واسعة الموضوع مخالف إذا كان فيه عواصف أو طريق التعامل فبقا لازم نكون نحن قادرين كمواطنين مواجهة الكوارث الطبيعية من الناحية الصحيحة يعني نحن نعطي مثل نحن كشبكة تسلمة مباني عم نعطي عم نقوم بأعمال مناورات مع الدفاع المدني والصليب الأحمر في مدارس كثير في لبنان أثناء إذا حصول حريق حتى أنتم موجودين بالأردن بسوريا حتى موجودين بكل دول صح صح دول العربية نحن جمعية انترناشنال يعني للهروب مثل ما يسمونه لأن درجة الهروب ضروري وجوده خلال الحريق لا يجب أن نستخدم درجة أو المصعد الموجود حاليا لأنه يكون مسكر وكل الدخان يخرج منه والناس يتأثر أكثر من نتيجة الحريق من الدخان أكثر من حريق بحد ذاته فنعود الأطفال كيف إذا يأتي الفاعل المدن يعملوا الإخلاق من الشبابيك لأنه إذا أول مرة يخرج فيها هالي السلم يقدر يعمل هذه عملية الإخلاق وهذا الشيء يتعامل مع كيف الدول العربية لأنه آخر تنهار طبيعة الإنسان هي واحدة بكل العالم لما يكونوا معوض على الشيء وقت حصول مشكلة يقدر يتصرف معه أفضل ما تكون أول مرة عم تشوفها طب اليوم يوسف نعرف أنه كل شخص بأي بلد كان لما يذهب حتى يشتري شقة أو يستأجر شقة أو حتى يتعاقد مع حدا يقوم بمشروع ما ببيت ما بمبنى ما هنا ما كتير الشخص عنده معلومات حول المواد التي تستعمل يعني أنا ما بعرف أي نوع من البتون هو الأفضل من النوع الثاني أي نوع حديد هو الأفضل من النوع الثاني يعني هنا بيصير في تفاصيل دقيقة ما بيتوقف عنده الشخص هنا هل يحق لكل إنسان بده يقعد بها المبنى أو يستأجر هالمبنى أو حتى يكشف على كل المواد التي تستعمل أو لا بس حلق من ناحية نظرية حق وصحيح ولكن هل السؤال تاني هل يستطيع هل يقدر ولا ما بيقدر يعني هالمبنى تعمر أنا جاي منتهي المبنى وجاي لأسكن فيه أو لا أستثمر أو لا أستر يعيد الشقة أنا كيف بعرف كيف أنعملت الأساسات كيف بعرف المواد أنا كيف بعرف أنه هذا ممكن يكون كارثة طبيعية ممكن هذا المبنى يواجه هالكارثة يوضل صامت بمحله بالناحية النظرية ممكن إذا بديش فيه معادات خاصة بتفحق بتاخدي كورينج يعني بتاخدي عين من البطون بتاخديه على المختبر بتاخدي عين محارية على المختبر بس نشكل شخص رح يجي يعمل هالطريقة 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 عملية وهالطورة بيقبل صاحب المبنى أنه اتأخذ عينات من المبنى يقول لك هيدا شغلي حبيت أهلا وسهلا محبيت الله معك صح هنا نرجع لنقطة الأولى وهي المراقبة وإذا وجود شيء مثل الشهادة حتى الدولة تعطي هذه الشهادة أنه هذا المبنى فيه موصفات صحيحة هؤلاء يتأكد ويرتاح الشخص أنه هذا المبنى قادر يستخدمه يكون آمن لأله لعائلته أريد أعطيكي مثال أيضا من الكهرباء من البنى تحتية مياه الدفاع المدني حتى يشير عنده تشكليست يشوف هل شبكة كهرباء موجودة صحيحة كل شيء لما يتأكد المبنى مهيئ يقوله تفضل فيك تستثمره وهذه مراقبة دورية لأنه تعرف مثلا الكهرباء يجب أن ترقبها كل سنة تعملها تست وإذا وإنه بيرجعوا ويعملوا عائلة ويجب أن يسألوا ويجب أن يسألوا من الدولة وين تعمل الصيانة الصيانة كثيرا ضرورية للمبنى لأنه إذا سمنا الطريقة صحيحة وإذا صار فيه صيانة دورية كما يتأثر وقت حصول تتحدث صيانة دورية هي صيانة ماذا تكون صيانة أبسط مثل رطوب أبسط أبسط مثل نحن نعتبره عادة يمكن نشوفه في بيوتنا وهذا أبدا مش عادل لأنه يمكن يخرق على داخل جسم المبنى ويأثر على الحديد ويخفف من خواصه الهندسية فبذلك هنا أبسط شغلة في أمور ثانية يتعلق أداعي من نسمع حريق هما تصير نتيجة نحتكي الكهرباء هذا شو سببه سببه أنه الشبكة أولا قديمة ربما ثانيا بتكون مصمم أن نستوعب مثلا إنارة معينة مواد معينة المبنى الذي كان الشبكة فيها عمر 30 سنة جئنا هلأ صار لدينا المكيفات الكبيرة التي نركبها في بيتنا وما فكرنا أنه الشبكة عمر 30 سنة هل تحمل أم لا لأنه بوقت التصميم لم يكن فيها الألات أو مصروف كهرباء عالي أو مصروف عالي وبالتالي شبكة مغيرة الموجودة فبالتالي حطنا هنا في دورة المواطن يلعبوا أنه يقدر ينسق بين هذه الشبكة الموجودة داخل المبنى وبين المواد التي يضع أو الآلات الكهربائية تستوعب ولا وشفنا كثير حرائق صارت نتيجة عدم دراية بين الآلات الكبيرة وبين الشبكة القديمة هنا أعطيكي مثال عن دور أثناء البناء وقبلت بالتصميم وخلال لتشين ومتبعتها لأن أرواح الناس ومشكلة الناس لا تكون هنسين آخر نهار لا تكون الناس تعرف إذا هذا صح أو لا مثل الموضوع الصحي لا تكون طبيب يعرف إذا يذهب لأ طبيب يشخص مرض وكذلك الأمر ينسل بالنسبة الدولة وموضوع الهندسة والمباني والحفاظ أولا نتقل على مشاكل الطرقات التي يمكن أن نوجهها بالكوارث وهالأخطاء التي نرى من خلال المتعهدين يمكن هنا أو دول أوروبا أو أمريكا أو دول العربية ككل أحسن جزء بمنطقة لا يزعلون منطقة ثانية هناك سلامة غزائية بوقت الكوارث ننتقل لها الفقرة نرى كيف يجب نكون في سلامة غزائية نرجح نكمل موضوع حاليا بينحكي عن السلامة الغذائية بوقت الكوارث الطبعية نقاط موجزة عندما تحل الكوارث الطبعية تكون السلامة الغذائية قضية صحية بغاية الأهمية ولكن عادة ما تهمل وبظروف غير العادية التي قد تحدث أثناء الكوارث الطبعية أو بعد تحتاج القضايا التالية عناية التدابير الوقائية للسلامة الغذائية فحص وإنقاذ الغذاء توفير الغذاء والماء المأمونين التعرف على فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وتصدي إلى تقديم التثقيف والمعلومات للمستهلك حول السلامة الغذائية والحاجة إلى التوعية بالسلامة الغذائية شو رأيك كتير مهم هذا الموضوع هذا بيخذنا نقطة اللي حكينا عنها هي ما بعد الكوارث الطبيعية وكيف لازم نتم إدارة لأنه تعرف لما يصير فيه كارثة مثل الزلزال المياه الصرف الصحي تختلط مع المياه العادية بيصير فيه فوضى تنتشر الأمراض فبالتالي هوني لازم نكون كتير مهم موضوع الغذاء وكيفية وهي تأتي من مظلة اسمها هيئة إدارة الكوارث لازم تكون موجودة في كل دولة لأنه من بعد حصول الكارثة قد ما كنا محضرين لازم نقدر نعمل إدارة لهذه الكارثة شفنا من فترة مش طويلة إعصار كتير ضخم ضرب سواحل أمريكا الشرقية وشفنا أنه رغم هالإعصار القوي قدروا أن الأسواق فتحت من بعد 48 ساعة لماذا هذا ملو وليد الساعة لأنه في سنين خبرة قبل منها وفي تخطيط وفي تحضير شفنا يعني أغلب الإصابات كانت خلال حلال وقوع العواصف ولكن من بعد شفنا أضرارك ما شفنا مشاكلها أوقات كثير نحن بالدول توقع الكارثة وتتبعات الكارثة كمان من بعد انتهاء الكارثة بتكون أكبر ربما من الكارثة لأنه نحن غير مهيئين ومعنا تخطيطات صحيحة أو إدارة سليمة وجزء من هذه إدارة مثل ما تفضلت بتأريرك وهو كتير مهم موضوع التغذية من بعض حصول الكارثة وهوني أيضا موضوع في تدارة الكارثة كتير مهم الدول العربية في جزء منها موجود وفي تول تاني غير موجود ودى الأسف استمعين فيك وهذا شيء مؤسف يعني في لبنان سأعطي مثال أنه بناية من فترة بالأشرفية وقت بناية واحدة الدولة لا تعرفت كيف تعمل صحيح اجت المؤسسات واجت الوزراء واجت النواب واجت واجت كثير من يعني غير بلدان أخرى ممكن يكونوا متوقعين هذا الشيء ويكون في تجهزات تامة أبسط شيء ما بتسوفي الأشخاص اللي ما قلننش خصة بهذا الموضوع أو شأن في هذا الموضوع يكونوا بعيد عن ساحة المكان برجع بعدين بعملوا مؤتمرات من بعد منها لأنه في وائع عند الناس وفي يعني فيه ثقافة حول هذا الموضوع لأنه تنشئينا واخدينا من فترة طويلة مش لأن شخص ما عنده أي معلومة أو أي فكرة عن هيدا الموضوع وكيف لازم يتصرف لأن التصرفات بتكون تصرفات خاطئة مش بتساعد ولكن بتضر أكثر صحيح صحيح وحون عشان هيك من جهلة دائما نتوجه نحن نحو المدارس والأطفال لأنه هنه لما تتقبلوا أو لما تعطينا هذه الفكرة بيتقبلوه هنه وصغار وبينشئوا عليا ولما يصيروا كبار بيربوا لأنه ناليا وهنه بتصرفوا على ساس ما تعلموه من قبل يوسف في شغلة كتير مهمة أنا حب بركز عليها من بعد ما حكينا عن كتير تفاصيل هي ما بعد الكارثة إن كان زلزال إن كان فيضان إن كان كارثة طبيعية أخرى صار في دمار إن كان بالمباني أو حتى بالمواصلات أو بيحيى الله شيء تاني اللي رأي حكي عن المواصلات كمان قداش يمهمة هنا يكون في أبونا تحتية جيدة هنا ما بعد لما يبنشوا يجعوا يأسسوا من جديد يجعوا إعادة أعمار هالمكان هيدا هون لازم يجعوا يأخذوا هالتفاصيل لمكانوا واخدينا تدابير قبل يعني بطبيعة الحال أنه بنيتعلموا من الدروس يعني الكارثة هي درس آخر تنهار والعلم مبني العلم الزلازل أو العلم الهندسي المختص بموضوع الكوارث الطبيعية مبني مش عن عبس مبني عن كوارث حظرت سابقا وتعلموها عشانا هايك بنلاحظ أنه فيه نظام بريطاني أو نظام أمريكاني كوديا كود بريطاني أو كود أمريكاني لموضوع الزلازل بس ما شفنا كود عربي لأنه ما عم نتعلم ربما من أخطاءنا فبقا هني بيستغلوا هذا الموضوع موضوع الكوارث ويجربوا يتعلموا منه بيشوفوا هذا المبنى صممنا به طريقة معينة كيف يتجاوب مع الموضوع يعني بيجوا على مكان اللي حصل فيه الكارثة ويأخذوا على الاعتبار شو اللي صاروا ونحن كيف نصلح بالمرة اللي الثانية بيعتبروه لاب كبير بيعتبروه مختبر كبير وهيدا إكسبرمينت واليابانية بيشتغلوا هذا الشكل كذلك الأمر لما توقع الكارثة بيجوا مهنسين وخصصين بيدرسوا بيشوفوا كيف صارت الأمور أي مبنى قاوم أي مبنى مقاوم ولاش هذا وعلى أساسه بيعدلوا ببعض القوانين الهندسية أو ربما بقوانين متعلقة بالزلازم وعشان هيك منلاحظ التطور الدائم لأنه يتعلموا من الماضيين ونحن نستهلك هذا الماضي أو نستهلك معلوماتهم ونجرى منطبقها عندنا وربما متمشي ربما متمشي لأنه طبيعتنا تختلف عن طبيعتهم فبالتالي هذا مهم حتى يكون لدينا الوعي بالدول العربية لهذا الموضوع وهون شوائس محيد أفتح قوسين وقول موضوع الريسيرتش الأبحاث بالدولة دولة مثل أمريكا تدفع مليارات الددارات عليه نحن موضوع الريسيرتش تدفع عليه شيء لا يذكر بينما دول تدفع على التسليح وعلى أمور بالضر البشرية أكثر ما بتساعد مواطنينا كميات أموال كبيرة نحن بدولنا العربية نهتم أكثر موضوع الأبحاث وموضوع الزلازل والكوارث هذا شيء كثير أساسي يطالنا بشكل أساسي يمكن أن يعتبروا أنهم بعاد عن هذا الموضوع أو أنهم ما تجربوا أو ممكن ما يصير أو ممكن يصير بدرجة كثير خفيفة لذلك ما يعطيناه الأدى أولوية أو اهتمامية نحن منا نبعد أبداً كدول العربية وأنا هم بشمول كل دول عرب ربما دولة أكثر من الثانية دول بلاد الشام صابة زلازل كثير كبيرة بيروت انردمت انغطت بالبحر كذا مرة وهذا التاريخ أثبت هذا الشيء دول العربية دول الخليج أيضاً صار فيها فهي ضناتجة أمطار غزيرة بدي أقول شغلي الفتنظر الموضوع الجيولوجي أنه لما يكون في عندك سروة نفطية تحت الطراب وضع لك تسحبية 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 تترك فراغ وفاكيوم وهذا ممكن يأثر هذه الطبقات تعمل مشاكل بالمستقبل فبالتالي لا نحن لا نبعد عن الموضوع يجب أن نفكر بعد المستقبل كيف تكون مهيئين لحضوث أي كارثة يعني من الآن يجب أن نعمل أحسنتي صحيح لا من الآن أكيد ليس ننطرنا تصير الكارثة فبالتالي من بعد برجع لسؤال حضرتك من بعد حصول الكارثة أكيد موضوع الاختبارات يجب أن يكون موجودة ولكن هناك موضوع قبل نرجع للموضوع الإنساني أكثر بكل المبنى سأعطي أمساً بدول غربية كل المبنى بيكون فيها ليستة بكل عدد الأشخاص الموجودين فيها وعدد السكين وساعتها بيعملوا إحصاءات بيشوفوا مين فيه بعد تحت المبنى إذا لا سمح الله أو مين طلع وعلى أساسه بيتم عملية الإنقاذ بيجمع بجمع بزون واحد ويصيروا يعملوا تعداد ويشوفوا إذا فيه حلل موجودة بيشوفوا كل عائلة أرقام تليفونات موجودة حتى بموضوع الكوارث دائما بيكون في مباني يجب أن تكون أكثر قوة من أي مباني تاني يلي هي أقسام الشرطة يلي هي السجون يلي هي المستشفيات هذه اللي أنه هي بدأت تعمل على التعامل مع المشاكل الصحيح فبالتالي هوني حقيقة إدارة الكوارث ضروري تكون موجودة تبدأ من البيت وإلى كافة المدينة أريد أتحدث عن آخر الشغلة أما أنت إلى خيرفقرة هي قصة الطرقات والمواصلات هنا كمان تعنى مباشرة بها المشاكل هل يشغل عليها برأيك بطريقة صحيحة؟ هناك دول تشغل عليها بطريقة صحيحة وفي دول أقل صحة إذا صح التعبير فينا نقول ولكن دائما الدول اللي عندها مردود مادة وعندها اقتصادة قوي نشوف من الدول الخليجة نشوف الشبكة ممتازة صح التعبير في موضوع المواصلات التصريف المياه حتى مواصفات السلامة على هذه الترقات هناك دول من الدول بلاد الشمئ إلى حد ما أقل جودي دول شمال أفريقيا هي أقل أقل جودي كمان المراقبة تكون أقل هونيك ونلاحظ نحن فيها على كل حال أمم المتحدة بتحط لكل تصنيفات الدول أيها فيها هدر وأيها فيها العمل الصحيح وعلى أساس هذا ليس فيك تعرف دغري مباشرة الدولة فيها فساد وهدر طبيعة الحال ما رح يفكروا بالمواطنين ورح تكون البنى التحتية فقيرة الدولة اللي محترمي حالم الدول الخليج بالعكس عم يستثمروا بسلامة المواطن والشبكات الصحيحة والبنى التحتية الصحيحة بد أن يقول هوني أن البنى التحتية كتير مهمة تكون موجودة بالشكل الصحيح لأنه أي مفكر واحد بل يستثمر أي شركة بل يستثمر أول سؤال بسأل كيف البنى التحتية بهادر المدينة طيب هوني لما نحكي عن إعادة تأهيل البنى التحتية للطرقات هل هي الشغلة من السهل أنه واحد يقوم فيها؟ هي منا سهلة أفضا هي بحاجة لتخطيط سابق قديم ويتم العمل فيه بالمستقبل وهوني أهمية وزارات التخطيط التي موجودة في الدول الدول خليج في وزارات التخطيط لدينا في لبنان كان لدينا وزارة التخطيط قبل الحرب ومن بعد الحرب لغوة ولم يكن هناك شيء اسمه تخطيط لكي ترى طريقة تزفت اليوم ترجع في الحفار ثاني يوم وترجع في الحفار ثاني يوم وترجع في الحفار ثالث يوم سنتقلق أخر فقرة ونصيحة الأخيرة لتعطيها للمشاهدين ما هو النصيحة التي تعطيها يوسف للمشاهدين كل المشاهدين العالم كيف يتخطون هذه الكوارث كيف الأشخاص المسؤولين والمعنيين حول البنى التحتية والمباني وغيرها ستنقصم ربما نصيحة لأسمين الأسم الأول ستتوجه للمواطنين وهنا بدأت أنهم الأهم بهذا الموضوع أنهم يتأكدون يعمل مناورات يدربوا الأطفال إذا كان هناك حريق الطفل لا يتخبب مكاني يعلمون كيف يتصرفوا خلال وقوع الكوارث الجزء الثاني أو القسم الثاني هم الجهات المسؤولة وهنا يريد أن يقول أنه هناك أرواح أنتم مسؤولين عنها والنفس هي شيء أساسي في كل حضارات العالم وكل أديان العالم طالبة الحفاظ على النفس فهذه المسؤولية أنتم مسؤولين عنها وهي بين إيديكم أتمنى أن تقوم بوجباتكم بشكل صحيح مهندس يوسف عزام شكرا لك شكرا لحضورك ضيف معنا على أمل أن كل البلدين اللي عم تسمعنا اليوم اللي بعد ما تحضرت لهيك موضوع يكون عندها تجهيز من هاللحظة لا ما بنعرف نحنا أي مطاب يحصل أي كارثة وأي زلزال أو أي كارثة طبيعية نحنا مش متوقعينا وهون ما بينفع الندم من بعد ما تصل شكرا لك أعطيكم العافية مشاهدينا هم تنتهي حلقتنا أودعكم على أمل أن نشوفكم بحلقة جديدة بنفس الوقت الله معكم